شاهدين موضوع اليوم هو ماذا قدمت الأحزاب الإسلامية دعما لغزة ولماذا لم نرى مبادرة الأحزاب الإسلامية في الجزائر دعما للقضية الفلسطينية ودعما لما يحدث من تنكيل بالغزويين في القطاع السؤال أيضا هو هل تأثرت القضية الفلسطينية بصفة عامة وما يحدث في غزة بتراجع الأداء الأحزاب الإسلامية في الوطن العربي عموما وفي الجزائر خاصة وهل الحكومات هي المسؤولة عن هذا الأمر أم أن الأحزاب الإسلامية في كل مرة تعجز عن توحيد صف هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها مع الضيف اليوم شاهدين يحضر معي اليوم السيد حمداج زيراوي زعيم جبهة الصحوة السلفية الحرة الغير معتمدة سيد حمداج زيراوي مرحبا بك معنا في قهوة جرمان مرحبا مرحبا كذلك جزاكم الله تعالى خيرا شكرا على قبولك داوتنا سيد زيراوي أربع أسابيع من العدوان الصهيوني على غزة وسط صمت عربي ودولي وحرك مشتت للمجتمع المدني والأحزاب السياسية بداية سيد زيراوي كأول سؤال ممكن نعرف موقف الجبهة الصحوة السلفية من هذا العدوان على غزة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين الذي لا نبي بعده ثم أما بعد نحن جبهة الصحوة الحرة الإسلامية السلفية في خندق الأمة نتبنى قضاياها العادلة نناضل عن حقوق الأمة نحن مع غزة في جهادها في قتالها ضد الكين صهيوني هو قتال استماتها ودفاع مشروع بالمقاييس الشرعية والمقاييس المعترف بها دوليا فهو نضال جهادي شرعي يجري فيه أجر الجهاد وأجر الرباط موقفنا نحن موقف المسندة المطلقة بكل شيء ممكن ومشروع عسكريا دعويا إعلاميا سياسيا اجتماعيا ماليا فنحن في هذا الخط ومعهم دماؤهم هي دماؤنا وأنفسهم هي أنفسنا ما أصابهم أصابنا ما يفرحهم يفرحنا وما يحزنهم يحزننا السيد زيروي سؤال اليوم أيضا وهو موضوع الحلقة موضوع العدد اليوم لماذا لم نرى لحد الآن موقف موحد للأحزاب الإسلامية القضية هي قضية غزة لا أعتقد أن في أحزاب إسلامية تختلف فما يخص الجوهر جوهر القضية الفلسطينية أو ما يحدث الآن من تنكيل في القطاع لماذا لم نرى لحد الآن موقف موحد هناك مواقف متشتتة لأحزاب إسلامية من الأحسن أن يكون موقف موحد يقوي المواقف لكن لم نرى لحد الآن موقف موحد لماذا أستاذ زر هناك عدة أسباب من بين الأسباب الكبرى هو النظام النظام عمل على تشتيت هذه الأحزاب الإسلامية ثانيا كذلك الجانب الاستراتيجي لهذه ربما تشتيتها في المسائل السياسية لكن الآن مسألة غزة جيد النظام منع مسيرة شعبية إسلامية من أن تتكتل وتتجمهر وتصل إلى ساحة أول ماي عطلنا تقريبا لمدة ساعتين حتى الجمهور فتح تلك المسيرة ووصلنا إلى البرلمان إلى قرابة ساحة شعادة ثم رجعنا بعد ذلك لماذا الأحزاب الإسلامية تعطلت حقيقة خلافها فيما بينها مسائل نزعات القيادية أو الخلافات الإديولوجية فيما بينها المنهجية والفكرية جعلتها ألا تتحد من المفروض قضية غزة تواحد هذه الأحزاب الإسلامية والهيئات والجماعات ويكون صوتها صوتا واحدا مسموعا في الساحة فتكون قواعدها الجماهيرية كلها متفقة أقول عدة أسباب منها أسباب سياسية منها أسباب فكرية ومنهجية نحن بفضل الله تبارك وتعالى نناضل على هذا الخط لمدة تقريبا 13 سنة في المحافل الدولية شاركنا في تركيا وذهبت إلى لبنان وكذلك في قطر وفي عدة بلدان إسلامية شاركنا من أجل نصرة قضية غزة كسر الحصار فتح المعابر إدخال المؤن والمستلزمات الإنسانية إلى تلك البيلات أستاذ زراوي أنت تتكلمني بصفة عامة الأحزاب الإسلامية وموقفها من القضية الغزة والقضية الفلسطينية على ممر لكن الآن في الجزائر العدوان عدوان على غزة واضح الأحزاب الإسلامية اليوم رغم كل هذا علش ما تبنيتوش موقف موحد على هل مشاء زراوي مثلا الشي اللي يمنع أنه زراوي يمشي يعني حركة مجتمع السلم وحركة مجتمع السلم تتوحد مع النهضة ويكون موقف موحد تتكلمتلي على الحشد الجماهيري علش الأحزاب الإسلامية دائما تروح للحشد الجماهيري علش ما تكونش يعني تعمل حتى تعمل دبلوماسيا وتعمل على يعني إرسال قوافل أو مأونة دائما الأحزاب الإسلامية تقول لك مسيرات ويعني الدولة ما خلتناش نديره مسيرات هذه المساحة المتاحة للتيار الإسلامي في الجزائر التيار الإسلامي وقع عليه ظلم وعدوان وتعسف فلنزل ندفع ثمن ثمن يعني جر النظام للأحزاب الإسلامية لمساحة معينة أو لموقف معين فقلت وقع للأحزاب الإسلامية في الجزائر يعني ضربات موجعة في كسر صفوفها من الداخل فتفككت وتنحرت فيما بينها فهذا هو المانع نحن اليوم يعني سيد زراوي تتقول أنه سبب اسمح لي فقط تتقول أنه سبب النظام يعني الحكومة أو النظام السبب الرئيسي هو السبب الرئيسي لكن الحكومة كان عندها موقف واضح حتى نكون أيضا واضحين حكومة كان عندها موقف واضح من القضية الفلسطينية شفنا في الأونة الأخيرة لماذا ما كانش كين موقف واضح للأحزاب الإسلامية النظام يتبنى قضية الدفاع عن فلسطين بمبدأ نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة لكنه لا يفعل الكثير حقيقة نحن نطالب الأنظمة العربية جميعا ومع النظام الجزائري أن يكون لهم موقفا قوية مثلا النظام الجزائري يخشى من عودة التيار الإسلامي والقوة الإسلامية بقوة إلى شارع لأنه يعلم بأن قضية غزة من القضايا الجوهرية التي توحد التيار الإسلامي فهو يعمل على عدم جمع هذه الصفوف أولا ثم ثانيا أقول الخطأ في الأحزاب الإسلامية أنا أعترف بذلك لم يتوحدوا لرؤية واضحة لخطوط واضحة لدعم جماهير واضح لدعم لوجستيكي للجماعات الجهادية الوقاوة في أرض فلسطين ضد الكيان الصهيوني فالخطأ في الأحزاب الإسلامية بسبب التراكمات التي خلفتها سنوات الخلاف ما بينها في الأفكار فاليوم نحن ندعو هذه الأحزاب الإسلامية أن يكون موقفها واحدة وأن تكون رؤيتها معبرة في الميدان واحدة مجسدة ميدانيا بأفعال ميدانية بأقوال ميدانية حتى تكون طيب الأستاذ زروي هل كان عندكم موقف من بداية العدوان أم أنه حتى في الأيام الأخيرة لظهرة الموقف اللي نحن نتكلم عليها المبادرة هل كان عندكم يعني هذا المواقف عفوا بداية العدوان في أول أو ثاني أيام العدوان أم أنه يعني حتى الأسبوع الرابع نحن تحركنا منذ بداية العدوان بفضل الله تعالى كم من وقفات قمنا بها وحصرتنا قوات الأمن فيها على بواب المساجد كم من مسيرات أردنا أن نخرجها من المساجد أجهضت من طرف النظام لم تتركنا أن نعبر إلا مسيرة واحدة التي رخصتها مشينا لعدة سفارات منها منعت أن أقرب من السفارة المصرية بخمسين متر لأسلم الرسالة لسفير المصري تنديدا على موقف مصر الخاذل والجبان والمتواطئ ضد الأمة والمقاومة الإسلامية مشيت لعدة سفارات ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي وسلمت رسالة بيدي فقلت لهم لو نصراني واحد في العالم يضطهد أنتم تحركون البواريج البحرية والأساطيل والجنود والآلات الحربية في المقابل شعبي يباد بأكمله أوروبا لم تحرك سكنة لم تنددوا حتى رسميا بالعدوان الصهيوني ضد الأمة والبارحة ذهبت إلى سفارة السعودية والإمارات ونحن نتكلم على هذه المبادرة ويقول لي فقط أنه شفنا الأحزاب الإسلامية مثلا شفنا من ناصرة جبهة التغيير كان طلب رفع المساعدات المالية من 25 مليون دولار إلى 100 مليون دولار رئيس حركة مجتمع السلم يعني مقري كان داسع العالم الإسرائيلي في صورة ممكن يعطيهن المخرج هل تكفي هذه المبادرات الأستاذ زراوي بصراحة يعني الآن ما هو مطلوب من الأحزاب الإسلامية هذا الأمور هل هي أضعف الإيمان هذا ما هو متاح أم أنه قادرين تعملوا شيء آخر الأحزاب الإسلامية لو توحدد يكون يعني الأداء أحسن والله يا أخي الكريم مطلبنا نحن الأول والأساسي مطالبة الجيوش العربية بأن تدخل بجيوشها بقوة وأن تكسر هذا الحصار هذه معادة وهذا هو الجهاد مثلا دول الكبيرة التي تملك صواريها يعني إعلان الجهاد هذا هو الحل أستاذ زراوي إعلان الجهاد ضد الكيان صهيوني لكن فيه اتفاقيات وفيه حدود وفيه اتفاقيات وفيه محاكم وفيه طيب هذه الحدود والاتفاقيات لماذا لا نلزم بها الكيان الصهيوني يعني الأمور يعني ما يشبه بهذا السهولة وكأنه يعني ارتجال الأمور تحركها عواطف لماذا لا تدرس الأحزاب الإسلامية حل جدي حلنا فعلي أنه نعرف أنه هذا الحل من سابع المستحيلات الصحيح والدول تملك من الترسانات العسكرية ما يجب عليها أن تقوم به مثلا دول تملك صواريخ بعض الناس يظن بأننا نرسل الجيوش ونكسر الحدود عندكم صواريخ البارحة حزب الله يضرب قرية سنية بصواريخ وفي المقابل يسكت عن جرائم الكائن سهيون وبإمكانها أن يفتح جبهة في لبنان دولة إيران يعني ملأت الدنيا ضجيجا الموت لإسرائيل والشيطان الأكبر سنمح إسرائيل من الوجود وتملك صواريخ ونحن مع فلسطين والكائن سهيون يريد إبادة لغزة نحن لن نجل كلام نريد صواريخ طيب سيد زيراوت طيب بهذه السهولة التي تتصورها سيد زيراوي لكن معليش سؤال اليوم أستاذ زيراوي جاء جبنا عليه ماذا يمكن أن تقدم الأحزاب الإسلامية وهو هذا سؤال البرنامج ماذا يمكن أن تقدم الأحزاب الإسلامية نصرة لإخواننا في غزة يمكنها أن تقدم الكثير بفضل الله تبارك وتعالى لو رفع النظام القيد عن الأحزاب الإسلامية ممنوع علينا أن نجمع المال لو فتح لنا الباب ويكون هذا المال مراقب من طرف النظام تجمع هذه الأموال في المساجد سوف ندفع لهم بالملاير أكثر من 25 مليون دولار نستطيع أن نجمع لهم الأدوية نستطيع أن نتبرع لهم بالدم نستطيع أن نضغط بالجماهير في السفارات والهيئات العالمية حتى نضغط عليهم جماهيريا لا تكلم عن الجزائر فقط الشعوب الإسلامية كلها تنطفض وتضغط على السفارات وعلى الأيئات حتى تغير موقفها تجاه غزة نستطيع كذلك بفضل الله تبارك وتعالى أن نحدث حرباً اقتصادية ضد كينسو نلزم الأنظمة العربية بقطع علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا بمنع البترول والغاز وبالتهديد بإلغاء كل اتفاقات الاقتصادية على هذه الجرائم ماهنا عندنا سلاح البترول نستطيع أن نضغط به عندنا كذلك دول لها سيادة فلماذا لا تلزم الاتحاد الأوروبي وأمريكا بإيقاف هذا العدوان وهذه الجرائم معناها الأحزاب الإسلامية لو أتيحت لها المساحة تستطيع أن تعمل كثير ما هي الأحزاب الإسلامية؟ يعني الدور الأحزاب الإسلامية هي الضغط على الحكومات سيد زراوي هذا جزء من العمل الضغط على الحكومات الضغط على الهيئات والسفارات الدبلوماسية جمع المال قلت تحريك الجماهير مساندة لغزة نلزم دولة مصر أن تفتح معبر رفاح يعني عندنا مساحة كثيرة نستطيع أن نعبر فيها الأستاذ زراوي استسمحك نأخذ فاصل ثم نعود مشاهدين تفضلوا بالبقاء معنا نعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر عودة مجددا مشاهدين لمن التحق بين اللحظة يحضر معي اليوم السيد حمداج زراوي زعيم جبهة الصحوة السلفية الحرة والموضوع هو ماذا قدمت الحزاب الإسلامية دعما لغزة سيد زراوي تكلموا على مبادرة جبهة الصحوة تقمت بمرسلة اعتقد سفارة ثلاث دول هي سعودية الكويت الإمارات سيد زراوي بداية لماذا استثنيتم مصر طيب مصر قمت الأسبوع الماضي بمرسلتها وأرسلت رسالة لها أستنكر عليها غلق معبر رفاح خلق المقاومة الغزوية الجهادية السعي من أجل تجريد المقاومة من سلاحها فمنعت من الوصول إلى السفارة لتسليم سفارة لتسليم رسالة للسفير تنديدا تقريبا يعني محتواها ثم بعد ذلك البارحة سلمته رسالة لدولة السعودية والإمارات والكويت يعني تنديدا بالموقف الخليجي البارد الذي اندهشنا منه كيف يصنفون حماس وسائل الفصائل المقاومة الأخرى ضمن تنظيمات رهابية طيب ماذا كان محتوى الرسالة محتوى الرسالة قريبا على العموم من صميم عقيدة المسلمين التي هي التوحيد الدفاع عن بلاد المسلمين أنتم كحكام كمولوك ماذا قدمتم من القضية الفلسطينية اليوم موقفكم يصب في خانة الدفاع عن الكاين الصهيوني اليوم لستم في خندق المقاومة بل أنتم تعطلون خذلانكم يكتب عليكم أنتم مسؤولون أمام الله كمولوك كزعمة أين هو المال الخليجي الذي ينبغي أن يذهب للمقاومة لابد أن يبنوا المستشفيات المدارس يعيدوا إعمار غزة لابد أن يشتروا المستلزمات الإنسانية الطعام المؤن الدواء لابد أن تساندهم من أجل أن يشتروا السلح ويدخلوا السلح ليدافعوا به عن أنفسهم طيب أستاذ زراوي أنت كفاش تقيم مبادرة الأحزاب الإسلامية لحد الآن جبهة صحوك كفاش تشوف مبادرة كل الأحزاب إسلامية الموجودة على الساحة السياسية فيه حراك فيه نوايا فيه مبادرة هي من إرادات لكنها ضعيفة أقول لا تصل إلى مستوى المطلوب إخواننا يحتاجون إلى دعمنا لا إلى أقوال الوحطة طيب زراوي ما عنده شمال أنه يتحد مع حزب إسلامي ربما موفقوش الأفكار السياسية أكيد أكيد نعم أكيد والتقينا في مسيرات وفي عدة لقاءات لكن المطلوب الآن رغم الخلاف الذي فيما بيننا المطلوب مننا الآن هو الدعم الميداني اليوم غزة تحت النار اليوم صواريخ تدك رؤوسهم مساجدهم تنسف دماؤهم تسيل فالمطلوب مننا موقف جماهري ويتبنى النظام لأن شعب جزائري شعب مسلم وأغلب القواعد الجماهرية الجزائرية مسلمة إسلامية في طرحها العام رغم الخلاف الذي بيننا مسيرات زراوي هل تدعمون موقف الحكومة في هذا الأمر أكيد نحن مع كل حسنة تقوم بها الحكومة في إطال خير 25 مليون دولار شيء جميل لكن نطلب المزيد طيب رح نتكلم عن المبادرة كل ما قامت بها الجزائر سيد زراوي ما رأيكم في مبادرة اتحاد التجار ويعني نفس المبادرة قام بها نواب عديد من الدول هي مقاطعة المنتجات الفرنسية ومقاطعة كل الدول يعني اللي توطأت مع الكين صهيوني رأيكم في هذه المبادرة جميل نحن مع هذا الموقف قلبا وقالبا أنا العبد الضعيف منتمي للهيئة العالمية لمقاطعة الكين صهيوني وكل الشركات داعمة للكين صهيوني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان رواه أبو داود في السنن بسند صحيح إذن مقاطعة الشركات المتواطئة مع الكين صهيوني دين وقربة إلى الله عز وجل ونبارك هذه الخطوة الطيبة ونسند هذه المقاطعة لأن المقاطعة سلاح المستضعفين وقد نستطيع أن نحدث نكاية في الاقتصاد الأوروبي إذا سهمنا في هذه الخطوة وتبنها الإعلام وتبنتها الأحزاب وتبنتها القواعد الجماهيرية نستطيع بإذن الله تعالى أن نرفع الإنتاج الوطني وأن نهلك يعني منتجات الدول المتواطئة مع الكيان الصهيوني فقلت قد جلسنا في عدة دول في إطار هذه الأمور أي في محافي الدولية بشرك جميع الحركات وفعالية المجتمعات الإسلامية السياسية في العالم نتبنى هذا الموقف الذي هو مقاطعة الكيان الصهيوني مقاطعة البرلمانات للدول الإسلامية كل المحافل الأوروبية مرسلة الهيئات الإنكار الجماعي جمع المال جمع الأدوية هذا كله يصب في إطار مسندة المقاومة ضد الكيان الصهيوني طيب أستاذ زراوي مبادرة الحكومة الجزائرية ومبادرة الدولة الجزائرية بداية بالإعانة المالية لـ 25 مليون دولار قلنا أنه بوتفليقة أمر وزير الصحة باستقبال جرح الفلسطينيين إضافة إلى أنه اليوم في طهران في حركة عدم الانحياز هناك يعني حز جماهيري للقضية الفلسطينية إضافة إلى كل هذا جزائر دعت إلى اجتماع طارق للجنة الأمم المتحدة كأحزاب إسلامية أو كجبهة الصحوة كيف تشوفوا بصراحة مبادرة الجزائر كل ما قامت به الجزائر هذا شيء إيجابي جدا ولابد أن نثمنه ونطلب المزيد أقول 25 مليون دولار شيء جميل لكن نطلب المزيد نطلب إلى على الأقل 4 مليار 250 مليون دولار شعب الجزائر شعب سخي يدعم القضية الفلسطينية والجزائر تقول أنا مع فلسطين ظالمة ومظلومة واستقرار الجزائر لا يكتمل حتى تتحرر فلسطين كاملة فلماذا لا نجد عليهم بـ 250 مليون دولار ربع مليار يستهلوا كل شيء ثانيا الموقف العدائي لدولة الكاين صهيون وضد الجزائر صنفت هذا الفعل كأنه فعل عدواني نقول هذا هو المطلوب وهذا هو الأصل نعاديكم نبغضكم أنتم أعداء محتلون لبلاد المسلمين لا عطفة فيما بيننا وبينكم لابد أن نتوجه نحن ودولة الكاين صهيوني شيء جميل ثالثا أنا أدعو النظام الجزائري بما أن الجزائر أصبحت الآن قوة إقليمية كبيرة لها اقتصادها ولها كلمتها السياسية لماذا لا تتبنى الجزائر وهذه دعوة للنظام الجزائري وللدولة الجزائرية تبنوا أنتم موقفا مستقلا لا يخضع لمصر مصر دائما تريد أن تستغل المواقف الجزائرية نحن نتبرع وهم يتبنون نحن نساند وهم يتبنون نحن نقول لابد الجزائر أن تركه في الموجة في الآخر تركه في الموجة في الآخر أحسنت نحن ندعو النظام الجزائري والدولة الجزائري أن تتبنى هي طرح وأن تقود هي مبادرة مساندة القضية الفلسطينية وإيجاد الحلول لهذا العدوان الجزائر لابد أن تكون على رأس الدول المساندة لها قولا وفعلا سياسيا دبلوماسيا لماذا؟ لأننا نحن الجزائر نقول سلاح المقاومة خط أحمر مصر تريد تجريد المقاومة من سلاحها فتح المعبر يكون بشرط تساعد النظام مصري المتواطع مع الكينسويوني الجزائر ندعوها إلى أن تتبنى هذه المواقف والشكر موصول كذلك على استقبال جرح الفلسطين في الجزائر مرحبا بهم بلادنا بلادهم هم منا ونحن منهم كذلك أما مؤتمر دول عدم انكياز في إيران نحن الشيء الذي ننكره على إيران وعلى حزب الله لماذا لا يدكون الدولة الكينسويوني بأسلحتهم هم دول لها أسلحتها لماذا يستعملونها ضد السنة وليطربون به الكين لكن هذا المطالب قل لي فقط سيد زراوي الآن معروف عنه أن الأحزاب الإسلامية هكذا دايما هي معادية للحكومات في مثل هذا المواقف هل ننتظر أن الأحزاب الإسلامية في الجزائر تدعم الحكومة الجزائرية في هذا المبادرة يعني الكل يكون في صف واحد لأنه قلت أنه مطلوب الجزائر أنه تقود المبادرة ما تخليش يعني المساعدات تقوم بها هي وتخلي يعني دول أخرى تمتطي الموجة هل ننتظر من الأحزاب الإسلامية دعم مبادرة الحكومة الجزائرية نحن نقول قال عثمان بن عفار رضي الله تعالى عنه من دعا إلى حسن أجبناه نحن في المعارضة لكن إذا دعت الجزائر إلى أشياء جميلة وحسن نقول نحن نساند نحن جزائريون نخدم بلادنا نحن نريد الخير لبلادنا وأي موقف يشرف الجزائر نحن معه نتبناه نحن ضد الأمور السلبية أما الأمور الإيجابية هذه بلادنا وهذا شعبنا فنحن نقول نحن نساند أي نقطة حسنة وأي محطة جميلة وأي مسندة واقعية نافعة لدولة فلسطين للشعب الفلسطيني للقضية الفلسطينية للمقاومة الفلسطينية للجهاد الفلسطيني حتى تتحرر إن شاء الله فلسطين كاملة نحرر الأقصى وغزة وظفة وكل فلسطين بإذن الله تعالى شكرا جزيلا لك سيد حمداش زروي على حضورك معنا في الأخير سيد زروي حبيت أسألك على الحزب لماذا الحزب دائما في صورة أنه يدهجم كثيرا على الشخصيات الإسلام معروف أنه يدعو بالتي هي أحسن ولو كنت فضا غليظا لا أنفضه من حولك لماذا حزب جبهة الدأوة السلفية لماذا دائما هكذا معروف أنه يتهاجم الشخصيات كثيرة الجوابي أقول وبالله أستعين نحن نهاجم الباطل نهاجم الأفكار والمبادئ المخالفة لشارعة الله والقيم السيادية الوطنية بالله تعالى عليك من يتبنى تدمير قانون الأسرة هل هذا نعطيه الورود هل نعطيه الهدايا لا بد أن نقوله أنت تخالف مقاومات الأمة أساسيتها القطعية لكن لماذا لا تنتهجون جانب النصح أنتم تواجهوا هكذا الكفر يواجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح ثم بعد ذلك يبين نحن نرسل عدة مرات بيانات ثم بعد ذلك إذا أصر الناس على موقفهم نقول هذا موقف معادل شريعة الله ونحن نعادي الأفكار والمبادئ والقناعات المناوئة لعقيدة الأمة للعقيدة الإسلامية لعقيدة الأنبياء ولعموم ما يتبنىها الشعب الجزيل لطيلة أربعة عشر قرن شكرا جزيلا لك سيد حمد عزيراوي فضل بكلمة أخيرة كلمة الأخيرة أقول وبالله أستعين ندعو الأنظمة الإسلامية بدولها وشعوبها إلى أن تسند غزة بالقول والفعل وندعو الجماهير الإسلامية إلى أن تقف في صف غزة بالقول والفعل وأدعو جميع الأحزاب والهيئات الإسلامية والحقوقية إلى أن تقف وقفة صادقة مع غزة ومع جميع القضايا العادلة حتى نرفع الغبن عن الأمة الإسلامية بإذن الله تعالى والله والناصر غزة ولو بعد حين وسيتحرى البيت المقدس ونعيش إن شاء الله تعالى بإسلامنا وقيا من السيادية الإيمانية والوطنية إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا لك سيد حمداش زيروي مشاهدينا مجموعة من الأخبار يا صيد عبدالنور رحاب في فقرة رهم يقول